كما نتابع مشاهدين الآن وصول السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مركز المؤتمرات وذلك استعداداً لحضور الافتتاح الخاص بالدورة السادسة لمؤتمر إيجبتس 2023 مؤتمر ومعرض مصر الدولي كما ذكرنا مشاهدين هذا المؤتمر يحتل أهمية كبيرة وصى الأزمة الاقتصادية العالمية وكذلك لكي يعمل على طرح مختلف القضايا التي تهدف في الأساس إلى دعم هذا القطاع الهام قطاع الصناعة الطاقة والغاز والبترول بالإضافة أيضاً إلى العمل على تعزيز الشراكات وكذلك أيضاً العمل على زيادة الخروج بمخرجات في منتهى الأهمية التعاون والاستثمار المشترك بين مصر والدول المشاركة في هذا المؤتمر المهم مؤتمر إيجبتس 2023 أيضاً يحتل أهمية كبيرة نظراً مشاهدين لأنه بينعقد بعد أشهر قليل من إنعقاد التجمع العالمي الأكبر وهو كوب 27 الذي انعقد في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ كما نتابع الآن مشاهدين وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مركز المؤتمرات حيث يشهد بعد قليل افتتاح الدورة السادسة لمؤتمر إيجبتس 2023 مؤتمر إيجبتس 2023 الذي يستقطب حوالي 32 ألف مشارك كما نتابع الآن هذه هي الصورة التذكارية لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء وكذلك أيضاً وزير البترول والثروة المعدنية مع وزراء الطاقة الأجانب وكذلك أيضاً رؤساء كبريات الشركات العالمية في مجال الطاقة